لقانا مع سماحته لأن دائماً نحن نعتبر أنه موقف سماحته هو موقف راجح معتدل بيقرأ الأمور بالطريقة الصحة بحسن عدة موضوع أول شيء والأهم شيء بالنسبة لنا هي وضع بيروت أهلنا ببيروت يلي منعتبر أنه بالآخر بيروت عم تدفع تمن هالاختلافات السياسية الموجودة إن كان بعملية قطع الكهرباء ولا بعملية الشبكة الاجتماعية طبعا عملية مساعدة أهلنا للوضع الصحي كلها يتهم واضيع نعتبر أنه لازم تنعاد النظر فيها وخاصة فيما يتعلق بالدفاع المدني يلي مؤخراً حسن ما فهمنا غير أنه ما ثبتوهن رافضين حتى يعطون التأمين الصحي يلي قيمتوا تسعين مليون ليرة لبنانية لخمسمائة موظفوا عائلته بالدفاع المدني الشغلة الثانية اللي حكينا فيها طبعاً موضوع الوضع الصحي اللي نحن مرئين فيه والآخر نتمنى أنه يكون بقى في حل حالي لأنه هناك كثير من مؤسسات مثل مؤسسة مغزومي يلي طلبت وأخذت الموافقة سلف مشان موضوع بعد تمرير القانون أنه نستورد بحدود المئة ألف لقاح حتى نعطي أهلنا بعد ما وصلنا لخطوات متقدمة بعملية فعلتها الاعتمادات أعرفنا أنه الوزارة عم تصر أنه كل شيء يصير عن طريقة بعد أشتمعنا مع معالي وعد خيراً لحديث هلأ بعد ما شفنا أي نتيجة لعملية أنه استماح لنا باستيراد هالطعومة هلأ كل هالمواضية بتعني شغلة وحدة أنه نحن عنا فشل حكومي زريع اليوم في عنا حكومة مستقيلة رافضة اتمار الصلاحيات وكلها يتم نعرف أنه المرفق العام ممنوع يكون فاضي وخاصة أنه معظمهم بهذه الحكومة بعضهم يأخذوا معاشياتهم ومصاريفهم وكلهم اليوم لا شك أنه بدنا حكومة بس بدنا حكومة فعلياً تكون حكومة مستقلين من رأسها لكامل أعضاءها لا يمكن اليوم أنه نرضى لنقول هالكوة الأساسية اليوم اللي بتسيطرة على مجلس النواب ليه بدنا تغير هالحكومة مدام هالحكومة بتعتبرها إلى مية بالمية لكن إذا ما كانت الحكومة القادمة إلى مية وعشرة بالمية بدان أحسن من هالحكومة ليه بدنا تغير بس لسوق الحظ بعدنا عم نتقاسم نتناتش جسي ميتي نحن كلها ياتنا رافضين نشوف أنه فتنة بالقومة فتنة بوضع لا يمكن القبول عنه ما بين هالكزمي تبع الكبيري تبع الدولار وصلها لعشة لايف ليرة وتحت إطار أنه اليوم البنوكي عم تجرب تاخد تشري هالدولار من السوق حتى تخفين في نقصاراتها وين المصريات اللي حولتوها وين الأرباح اللي حولتوها وينك يا بنك مركزي يلي شاطر بس تتقدم راجل على المواطنين وما يكون فيها نتمنى من على المنبر أنه تتشكل حكومة بسرعة بس مش بالحكومة المطروحة لأن الحكومة مثل منها رايحة لسوء الحظ مني شي في أي دعم دولي لإلى بمعزل شو عم يشوف المواقف الشخصية بس بالنتيجة إن احنا بهمنا البلد مش الأوضاع لكن الواحد شو عم يعمل له بس لحظة خالصة